اشتركوا في القناة اضافة دمج بنسبة 50% من الدمج الحالي على السيف راح يزيد لك 50% اضافية وراح يعزز لك من كمية التصدي لكمية الدمج اللي راح تاخذها من الوحوش طبعا بدون ما تفعل للشنل راح يتصدى للدمج اللي جاي من الوحوش لكن مع التصدى ويأثر اكثر على الوحوش يعني راح الضربة ترجع على الوحوش بنسبة بسيطة ورح يصد حجمات اكثر واكثر لكن راح يأخذ منك انيرجي بكمية كبيرة طبعا عندك في كل سيف عندك التينل كوست وعندك التينل دمج التينل كوست هذا كمية الانيرجي اللي راح يأخذها منك على كل ضربة انت تأثرها او كل ضربة انت راح تصدها اما التينل دمج اللي هي كمية الدمج اللي انت راح اضيفها على دمج السيف فمثل ما خبرتكم الدمج راح يكون اضافي بنسبة 50% فقط باستثناء ثلاث اسلحة يوصل الدمج فيها 75% اللي هم فراقور برايم الفوركس ريث وساينويد هليوكور هذه الثلاث اسلحة يوصل الدمج فيها يوصل ل75% وبس اما بسنا ثلاث اسلحة الثانية راح تكون 50% طبعا تقدر تزيد كمية الدمج حق التينل معمود الكيلينج بلو وتقدر طبعا تنقص كمية الانيرجي اللي راح يأخذها منك على كل ضربة ولا كل تصدي معمودات اللي تخفضلك الايفيشنسي حق التينل مش الايفيشنسي حق الورفرين خلونا نشوف تأثير التينل الدمج طبعا نحطينا الكيلين بلو عشان نزيد كمية التينل الدمج بدون تينل الدمج مثل ما لو تركزون شوي كمية الدمج 27-33 لكن دفعنا التينل راح يوصل الدمج معانا 68-57 ارقام اعلى واكثر من قوة السلاح العادية بدون التينل الدمج طبعا الارقام راح تتغير من سيف الى سيف لان كل سيف له دمج معين الحين راح نحط المودات الخاصة بالدمج راح نزيد الدمج حق السيف وراح نشوف تأثير التينلينج لان مثال اذا كان عندي الدمج 100 الـ 50% اللي هي التينل الدمج راح تكون 150 لاك اذا كان معاي 1000 الـ 50% راح تكون 500 فمعناها الدمج راح يكون عندي 1500 فاذا حسبتو كل ما زاد كمية الدمج زاد معاي كمية دمج التينل الدمج العادي مثل ما تشوفون 1500-1600 مع التينل الدمج وصل الـ 4200 لكن للعلم الارقام هذي راح تختلف معاك بشكل ملحوظ وبسيط لان خاصة السيف الدمج فيه يختلف من ضربة الى ضربة فكل ثانية لكن شكل بسيط وملحوظ منذر ما شفتو وحوش الـ heavy greener خاصة لفلهم 165 ذبحناهم بشكل بسيط وحنا اصلا حاطين مودات عادية بس تزيد الدمج وخليط الكروسف لكن الحين راح نحول السيف الى critical راح نعزز من critical راح نعزز من الدمج والخصائص الثانية وراح نستعمل الـ channel damage ونشوف شو تأثيره طبعا كلكم عارفين عن مود الـ condition overload المود هذا راح يضاعف لك الدمج بنسبة معينا على كل تأثير status او damage status تأدي الـ status اللي هو النار الكهرباء او الخلايط في نفس الوقت في مود حق الـ channel link يعطيك نفس الخاصية لكن راح يحول كمية الـ energy اللي انت استخدمتها لـ damage مضاعف فكلكم عارفين اذا استخدمت الـ channeling راح ياخذ منك energy فاذا اخذ منك energy راح يحولك الـ damage اضافي الـ condition overload راح يزيد لكمية الـ damage فاذا زاد كمية الـ damage زاد الـ channeling damage مع الـ energy channeling اللي هو كل ما استخدمت energy يزيد لك الـ damage فشو تتوقعون الـ damage راح يصير معاكم راح يضاعف بشكل كبير كبير فالحين راح نجرب السلاح فعلنا خاصية الـ channeling ومثل ما تشوفون damage جارس يضاعف مع المودات الـ condition overload والـ energy channeling وذبحناهم بشكل أسرع من المرة الأولى هالمرة حطينا مود بـ load rush عشان نشوف تأثير critical chance بالـ level العالي مع الـ channeling damage اللي ما يعرف الـ levelات الخاصة بالـ critical chance يرجع في القناة يشوف شرح critical chance المهم طبعا إذا شفتوا الإضاءة زادت معناها تم تفعيل الـ channel أما إذا راح تريد ضاعها على الـ save تم ألغاء الـ channel damage الاختلاف يطلع معنا زيادة بنسبة 5,000 إلى 10,000 من كمية الـ damage الخاصة بالـ channel في النهاية أحب أقولكم أن لا تركزون على الـ channel أنا الفيديو هذا شرحت لكم شو أصلاً الـ channel لأن الأغلب ما يعرف الـ channel أرجع واختصلكم إياه ياخذ كمية من الـ energy حق الـ warframe ويحولها لـ damage كنت مضاعف بنسبة 50% باستثناء الأسلحة اللي ذكرت لكم إياها ثلاثة أول فيديو اللي تعطيك 75% زيادة في الـ damage وتعزز لك من كمية الضربات اللي راح تصدها من الـ وحوش بس هذا هو الـ challenge damage فمع المودات مع التعديلات شفتوا كيف التأثير لكن هذا التأثير يختلف من safe إلى safe ومن مودات وطبعاً المودات راح تأثر في الشي هذا فأرجع أقول لك لا تركز على channel damage لأن channel damage يعطيك 50% أصلاً بدون ما تحط أي مود فتقدر تفعله في أي طريقة إذا حاب تقدر بس تنقص كمية الـ energy اللي راح يسحبها منك في حال أنك استخدمت channeling وبس هذه هي أتمنى أن أعجبكم المقطع لا تنسوا الـ like والاشتراك والنشر ومع السلامة